السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوان إن شاء الله وصفة اليوم هي كعكة العسل الروسية أو لاميدوفيك وصفة اللي وصلون عليها مؤخرا طلبت كثيرة في الانستغرام وفي اليوتيوب هاتش علاش قلتني شاركة معكم أنا فيتلي ديقاها وكانت عجبتني بزاف صراحة هاتش علاش قلبت وصفات في قنوات روسية واختريت الأنسب لينا بعد بعض التعديلات وصفة اللي رائعة لا تسمعوش أنها كعكة العسل تقولوا أنها تكون حلوة بزاف لا بالعكس فيها أنا حاوت أني نوازن فيها السكار ومع الكريمة كتجي رائعة تجريبة اللي هي بزوينة بزاف مختلفة تماما على اللي قط وليمون في الجنواز والكريمة ولكن رائعة المدق ديال لك الطبقات ديال البيسكويت اللي فيهم العسل المكرمل يعني تجريبة رائعة جدا نخليكم تكتشفوا معي هاد القطو في هذا الفيديو لا تنسونيش من التعليق واللايكات وإذا لم يشتركوا في قناتي اشتركوا ويفعل جرس نخليكم مع المقادير وطريقات التحضير لتحضير طبقات البيسكويت بالعسل نحتاج ثلاثة طلل بيضات 8 و 60 درج حالة المطبخ كأسماء مرش الساندة سكر 130 جرام 50 جرام زبدة مكعبات 100 جرام العسل ونحتاج الملعقة صغيرة من بيكربونات السودا قبزة ملح وبالنسبة للدقيقة عندي هنا 470 جرام وعبتاني كتشوفوا حسب الخالد هنا في واحد الكاثرول نتنضير كأسة السكر والزبدة بالنسبة لهذا الكاثرول اختاروا انه يكون كبير شي شوية وغارق لانه من بعد مني سوف تضيفوا ذلك البيكربونات سوف يكون واحد شوية لتفاعل باش ما تتحرقوش هنا كنضيفوا المكونات اللي قلت لكم الزبدال العسل وهذا زبدال العسل السكر والملحة ونضيفهم فوق واحد النار اللي ستكون متوسطة مع التحريك حتى يدوب لنا ذلك السكر مزيان لا تجهدوش على العافية بزيف خليوها تكون متوسطة وبقوا تحرقوه لا تحبسوش من التحرق حتى يتبخي لكم تضيفوا ذلك المعلقة صغيرة بيكربونات سودا مع التحريك المستمر لا تحبسوش نهائيا ونقصوه هنا في المرحانة نقصوا العافية مزيانة وضغية كي يتحمر باش ما يتحرق لكم غير كتحصلوا على هذا اللون ذهبي كتحبسو لا تحرق بزيف لان هذا يؤثر لكم على المدق وغيعتكم واحد المرورة في البيسكويت هنا من اللي تحمر ليا ذاك الخليط كنحطوه في جانبا لا تحرق بزيف وغير شوية يدفع وبدأوا توجدوا البيت إذا خليتوه بزيف سيقصح لكم سيقصح لكم سيقصح لكم سيقصح لكم صعوبة باش أنكم تخلطوه مع البيت سيقصح لكم ثلاثة ديال البيضات في درجة حالة المطبخ تخفقوهم غير شوية بالفورشات وتضيفوهم على داك الخليط وانتم لا تحرقوا لا تحبسوه باش لان الخليط سيكون سخونة لان خليط سيكون سخونة لان خليطه برد كيف قلت لكم يبدأ يجمد وتجمد صعوبة باش تسخنوه باش يدوب لكم هنا كيف لا تلاحظون انه لا تحبس من التحرك وانا اخلط حتى تجنس ليا ذاك الخليط مزيان بما انه نضيفو البيض اللي كيكون وخب درجة حالة المطبخ يكون شوية برد على بنسبة الخليط هيقدر يتكتل لكم شوية ذاك الكراميل بقاو غير تحركو وانتم ما هذا الكراميل تيدوب يعني في نفس الوقت وفي حالة ما اذا شتو ان ذاك الكراميل عصا ما بغاش يدوب لكم كيف تديرو هاتو بحالة هناك عندي شيطرايفات اللي باقيين كبار شوية رضيتو فوق البوطن ونقص عليه شمعة وبدتك نحرك نحرك حتى دابلية تماما نحن المشي الهدف دينا يطيب هذا الخالط غير يدفع تقدروا فوق حمام مائي او لا هكذا فوق فوق واحد البوطن اللي تكون نقصة مزيان حتى تتاكدوا انه ذاك الكراميل او لا ممكن انكم تصفيوا ذاك الخالط طيب هنا كم بدون نضيفو الدقيق غير شوية بشوية بالنسبة للدقيق انا استعملت الايتقال هنا بديتك نضيف ذاك الدقيق شوية بشوية هنا تقريبا عندي 470 جرام يانيت اللي كانت في الوصفة اللي اشفت انا في ذاك القناة الروسية ولكن على حسب الخالط هنا غنضيفنا 470 جرام قدام هنا في الاخير ضفت 31 جرام باش كملت 500 جرام ديال الدقيق يعني خمسة ديال الكووس ديال العنبا كتبقوا تخلطوا هنا يرا شوية كيب يكون عاصي عليكم ممكن استعملوا يديكم انا هنا ما استعملت غير سباتول وعدبتني شي شوية من بعد حولت هاداك العجين فوق واحد هادا السطح اللي يكون مرشوش بالدقيق باش نقدر نتحكم فيها بزيان لا تكون قاسحة إذا كان العجينة قاسحة ستحصلوا على بيسكوين اللي سيكون قاسحة في الطياب هادا الشي علش إذا كان عندكم هادا القوام سيحبسه يعني كيكون مرطب وفي نفس الوقت شاد دراسه هاتوا ما تشوفوا كيف سنخدموا بيدي و سيبليكم القوام دياله انا بالضبط اخدت لي 500 جرام ديال الدقيق ودائما نساعدوا هادا بشوية ديال الدقيق بقوطر شوه فوق العجين او حتى فوق سطح العمل حتى كتكونوا واحد البودا باش تقسموا العجين ديالكم على ثمانية ديال طبقات ثمانية ديال الكورات راتي تلصقوا حتى شوية في اليدين هادا هو القوام المثالي باش تحصلوا على بيسكوين وما كيقصحش لكم في الطياب سوف نحاول انانين نشكل واحد البودا وتنقسموه على ثمانية ديال طبقات اللي كتكون متساوية هنا كنحاول غير نخدموه بيدي قدام قدامكم باش شوفوا القوام كيفاش كيكون سوف نقسموه على ثمانية ديال طبقات اللي تكون متساوية ما الافضل استعانة بواحد الميزان باش هكذا كتتضمنوا انه عندكم طبقات اللي تكون متساوية تقريبا هنا عندي فكولة كورة 110 كرام سوف نحاول اننا نضير فيهم كورات كنرش شو دائما سطح العمل بشو ديال دقيق باش ما ينسقلناش ونحاول نكورهم بحلقة كذا كيف كتشوفو في الفيديو حتى تسالي الكيميا كاملة من بعد ما كاتتسالي وكاتتدرون فوق واحد البلاتو او لاي شي تبصيل وحاولوا انكم تغلفوه بورق الطبخ مزيان باش ما ينشفليكم انا هنا يحطيتو في تلاجة تقريبا واحد عشرة دقائق غير باش كتشدك العجين راسا شوية وكتسهل عليها انا ننخدمها من بعد من بعد ما ارتاح لنا العجين كنسخن الفران على 180 درجة ونبدأو نقدو بسكويتنا كنناخدو كل حبة كل كورة ونغطيو الباقي باش ما ينشفلي ناش سوف نحاولو اننا نديرو فوق ورق الطبخ مباشرة ما تديروش فوق واحد السطح اللي غادي تحتاجو انكم تهزو اللي يتفرد او لا يتبسط يكون رقيق واذا رققتوه ما تقدروش تهزوه سوف تخسروا لشكل دياله او لا يتقطع لكم هذا الشيء اللي غادي تمدوا فوق ورق الطبخ مباشرة او للا عندكم شيء تابي سيليكون اللي قطيبوا في هاد الشيء باش ينفوت وتتمدوا العجين ديالكم حاولو انكم ترققوا العجين لا تخليوها غليط لانها هاد الشيء باش متميز بالطبقات اللي كيكون ورقاق ودائما إلا باليكم كيلسق لكم مع الرولو او مع المدلك رشو واحد شوية غير بحالك تغبروها شوية بالضقيق ما تكتروش باش ما تخسروش القوامد البيسكويت عندي هنا واحد السخ اللي فيها عشرين سنتيمتر فهذا في العرض ستعملوا طبصيل ستعملوا اي حاجة اللي فيها عشرين سنتيمتر باش يجيكم القطو بحالي جاني انا يالله هي ديك قدتني العجين كتخليوا دوك الجوانب هكا غي كتبعدوهم كيف كتلاحظوا لان هادوك من بعد غادي نستعملوهم غا نطحنوهم باش نزينو بهم القطو من الجوانب او نقدروا ناكلوهم غير هكذا كتعطوهم الوليدات تيجيوا رائعين يعني يعني غادي تكفيكم غير تقريبا واحد ثلاثة ديال سوف يدخلوا الفران اللي ينسخن من قبل 180 دراجة 4 دقايق حتى الخمسة ماكسيموم هو انا طابلية في 4 دقايق ما خصوش يجي قاسح خصو يجي يبقى رطب هاد الجوانب هادوكي يكونوا رطبين شي شوية مع جوا في الجانب كي يكونوا محمرين اكثر من الواسط غير كي يبردوا فوقوه كي يكرموا يعني ممكن انكم هكا تهرمشوهم او لا تطحنوهم سوف يبدو نحتفظوا بالطبقات وبالزوائد من الجوانب غير كي نخشي واحدة طبقة في الفران تندلكوا واحدة يعني دائما نحن نخدامين بدما كالطيب هادك تنكونوا دلكنا هادية ونبقوا غاديين كل واحدة كل مرة إلا عندكم فران ليكون كبير ويهزلكم جوج ديال الطبقات في دقة ديروها مزيان باش كتستغله باش كتربحوا الوقت وحتى كتسالي ومهم انا بالنسبة لي في المرحلة ديال الطياب لا تخصوا شيئا في الفران باش ميجي قاسح ومجرم سوف يتبقوا بنفس الطريقة تحطوا واحدة الطبقة كتبتوا واحدة الكورة وتمدوها وكتقطعوها وكتبتوا في فوق واحدة القغي حتى تسالي الكيمية كاملة وتحصلوا على ثمانية الطبقات بيسكويت انا بعتشي وحدين تكيتهم وشي وحدين ما تكيتهم شبشوكا اللي بغيتو تقدروا تكوم باش ما يتنفخوش لكم كيف كتلاحظوها وكيجي ارتب ذلك البيسكويتر ما كيجيش خاسح كيجي ارتب وفي نفس الوقت ما كيتهرش سوف تحتفضوا بيه وتغطيوه في الماليمونطير باش ما ينشوش لكم وكتجيو توجدوا الكريمة ديالكم بالنسبة للكريمة انا استعملت هنا السيطرو ديال الكريمة تكون كاملة الدسم تحتوي على اكتر من ثلاثين وثلاثين في المية من المادة الدسمة اضفت لها ثلاثة المعلق ديال السكر غلاسي كانت كافية ليا بالنسبة لهذا القطو واضفت هنا شوية ديال الفانيلا السائلة ممكن تديرو حتى قشور ديال البرتوقال انا في الوصفة هادي استعملت الباسكاربون هو اللي كيجيني زوين وغادي يعطيني كريمة اللي ستكون متماسيكة هي في الوصفة الاصلية كيكون كريمة وكتكون ديال كريمة كخيم فخاش ديال الكريمة اللي كتكون في البواطات كتكون فيها شوية ديال الحموضة انا مدرتهاش اولا لانما متتعجبنيش ديالك المادة قط الحموضة انا في الكريمة وتانيا خفتها لما تجيني شدة وميبانوش لها الطباقات ممكن تضيفه حتى الجبن يعني بالنسبة الكريمة ديال هاد قطو كل واحده ش كيدير شوفت الوصفات اللي كيديروا في حتى الكريمة موسلين يعني انا يمكن كل واحده كيدير طبقه ديال الكريمة حسب الدوق انا هادي عجباتني جات زوينة بزاف جات شانسية بالماسكاربون ممكن كيف قلت لكم تعاوضوا الماسكاربون بديك الكريمة فخاش او لا بسميتو بشكي يقولولو بالخوماج بالخوماج الذي ندره في الكريمة ديال الريد فيلفيت او الكاروت كيك بالنسبة الكريمة رأي كل شي يكون بارد باش قبل ما توجده غير هادي نسي سيسمكت لكم شها النقطة هادي باش تحصل على الكريمة اللي كتكون متماسيكة بحلقة كندزل المونتاج انا هنسى عند بوحد البلاتو تغنو هاد البلاتو اللي كيدور تيسهين صراحة في المونتاج وفي نفس الوقت رأي تديمونتا وكيد تجمع يعني اللي باش ما تقولوش ركي يشد البلاصة ولا معنىش في نديرو تي تجمع وكيدور في البلاتو ديالو كترجعي كتحطي زوين بزف وعملي بالسبن اللي كيبغي يصوب هادي القطويات بزف يكونوا عندو هاد المستلزمات كيسهلو الخدمة انا اخديتو من واحد الصفحة دياليامي باتيس دي ما كنقول لكم هنا فين كن ناخد المستلزمات ديالي حيث كيدورو تتوصيل حتى الباب الدار هنا غدي ندير طبقة ديالي بيسكويت طبقة الكريمة طبقة البيسكويت طبقة الكريمة حتى نكمل الكيمية كاملة بالنسبة لطبقة الكريمة حاولوه ما تكتروش بزف باش تقريبا واحد تلاتة المعالقة كبار ديال الكريمة في كل طبقة باش جيكم طبقات متساوية وما كتكونش غليظة شفت بعض الفيديوهات لكي يسقيو بيسكويت بالحليب عن الوصفات الأصلية التي شفت في القانوات الروسية لا يسقيوش كيف يسقيوها كيف مدرتانا وإلا بغيتوا تسقيوها واحد شوية غير غير تدهنوه بالحليب يعني غير تدهنوه بالحليب يعني غير تدهنوه تديرو طبقة ديال الكريمة طبقات البيسكويت طبقات الكريمة ودائما نحاول انكم تديرو نفس الكيمية ديال الكريمة ما بين طبقات هنا في الاخير كنحاول انني نغطي الجوانب بالكريمة سنأخذ واحد المعالقة كبيرة سنعمرها بالكريمة وتنحاول انتم كيف تشوفوا يقيد خليحتها في الجوانب اللي ما كانش داخل فيهم الكريمة مزيان يعني كتساعدت طريقة هذي ديال ما نلقى كبيرة وكتعمروها وكتبقوا تحاولوا انكم تعمروا الجوانب اللي كتسالي وكتتأكدوا انكم عمرتوا جميع الفراغات سافي كتحت اخذوا الاسباتول وكتدهنو الجوانب غادي تشيت لكم حتشوية الكريمة غادي تبوشيوها هكا فوق القاطو تزوقوا بها بالنسبة للزين كيبقى حسب الضوغ هنا كنحاول انني ننقي الجوانب عندي هنا البيسكويت اللي شاطلية واحد الكمية كنتتحنتها في الطحانة طحنة تالية رضة تالية كي بحل الطحين صافي وجب الله كنتخليت واحد شوية شديت واحد الساشي وهرمشتها هكا بالمدلك بقيت كنا هرمشتها بحل اللي كنديرو في تيزكيك يعني انا انصحكم بهذا بلمونينكس تطحنوا فيها اولا في شئ اشواغ اللي غادي تعرفوا غايت يطحنوا لكم بزاف سافي كنحاول نغطي الجوانب كيف لاحطوا كان هالزور قاطو في الدينة كان كنديرين ذاك السو قاطو ملتحت زادش باش ينفعنا ذاك الكارتونة اللي كنديرو في التحت كتنفعنا بحلقة ذاك كنغطي الجوانب وكندزول الزين ديال فوق هنا الاغلبية ديال الوصفات الروسية كيغطيو القاطو كامل بهذا الفوتات ديال اولا بالبسكويت المطحون انا قلت مخلي شوية ديال كريمة مقابينا خديت غير هذي اللي تنذيرو فوق هكا اللي كنزينو بها الكابوتينو او القهوة ادرت بهذا الشكل هذا وخديت البوش ادرت هنا دوت دي باش اعطاتني هذوك الوريدات سوف نحاول انني نبوشي الجوانب بالنسبة للزين كيف قلت لكم دائما دايما زين كيبقى حسب الاختيار هنا نشاط لي هالكريمة قلت نستغلها سوف يكا نبقى بنفس طريقة حتى نقدو الجوانب كاملين كان عمروهم بهذا الكريمة او لغوزاس ديال الكريمة هنا ساليت خديت شوية ديال الفوتات لكي يكون شوية غليط وتنرشو في الجوانب ممكن تزينوه بالفواكه الحمراء كيبقى لكم الاختيار انا كان عندي واحد الشوكولات اللي كيكون ضاير بحالك داع وفيه شوية ديال لوز ودرت واحدة الربعة هنا ما صورته مش حيط درته تل خرطة بغيت نصوره الفوتو اللي كان حط في هذا وبل يخصوا شي حاجة ناقصة وزدهم ممكن تديرو لفخويغوج تديرو الشوكولات اي حاجة بغيتو وهنا غنقطع معكم واحدة الطرف من القاتو باش شوفوا الداخل كيفاش يجي كي يجيوا طبقات متوازنة هنا فاش قلت لكم حاولوا انكم تديرو لنفس الكيمية ديال الكريمة في كل طبقات باش هكدا كتحصلوا على طبقات لمتساوية ما يكونش الكريمة غالبة على البيسكويت او البيسكويت غالبة على الكريمة يعني متوازن مهم تقريبا ولكن انا صراحة شكل نهائي عجبني بزاف لان شفت اشكال في قنوات روسية ذاك شي زعمال ما مقادش مزيان يعني غير كي حطوصة في انا الله شكل كي همني انا لف الداخل ولف بره والاهم بطبيعة الحال حتى الماداق مهم كيف كتلاحظوا هذه النتيجة للغاتو ديالنا كنتمنى انني سهلتوا عليكم كيف لاحظتوا راهم ماشي شي غاتو اللي هو صعيب بزاف ولكن صراحة نتيجة رائعة جدا غاتو مختلف غادي تبدلوا به وغادي تعيشوا تجربة جديدة مع لي غاتو نتمنى انا الوصفة عجبتكم طبقوا اترسوا الاسباقات ديالكم كيف العادة والناس اللي كانوا طلبوها مني بغيتكم تبانوا لي في زف التعاليق شكرا على الوفاء ديالكم الى وصفة قديمة ان شاء الله